يواصل معدل تضخم في ألمانيا ارتفعه القياسي إلى درجات غير مسبوقة ليسجل 7.9% في سابقة لم تشهدها البلاد منذ 50 عاما بعد ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية في أعلى مستوى له منذ 50 عاما مستوى قياسي جديد من التضخم يخيم على ألمانيا قاطرة اقتصاد أوروبا بعد ارتفاع كبير بأسعار السلع الزراعية تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية وتذبذب سلاسل الإمداد إحصاءات جديدة لمكتب الإحصاء الاتحادي أظهر ارتفاع التضخم لمستوى قياسي ليبلغ 7.9% في سابقة لم تشهدها البلاد منذ 50 عاما بعد ارتفاع أسعار منتجات السلع الزراعية في البلاد بنسبة 40% الشهر الماضي في زيادة هي الأعلى في الأسعار منذ عام 1961 السلطات الألمانية أرجعت ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار منتجات السلع الزراعية والمنتجات النباتية التي ارتفعت بنسبة 45.7% فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 38.5% بفعل تفاقم الوضع المتوتر بالأسواق العالمية بعد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا من جانبه أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه بشأن وطيرة زيادة الأسعار في أكبر اقتصاد في أوروبا ولم يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف تأثير التضخم على الأسري والشركات الحكومة الألمانية تعتزم إقرار حزمة من تدابير التخفيف والتي تشمل خفض تكاليف الكهرباء وإقرار مساعدات جديدة في محاولة لاحتواء الركود التضخمي الذي طرأ على البلد الأوروبي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية